شكرا لك الشخير وما أدراك من الشخير عرفته أسبابه وطرق الوغاية منه وعلاجه عند الكبار وعند الصغار أعملوا حسابكم وأي زول بيحس بيشخير يا جماعة ما يحس إنه الموضوع طبيعي الدكتور قالينا الموضوع ما طبيعي معناه أنت مصاب بواحدة من الأمراض المختلفة فلازم تقابل استشاري الأنف والأزن والحنجرة عشان ما يدلك للعلاج الصحيح وتنوم نوم هني وتستمتع في النوم وما تزعي حتى الغير اللي بيكون موجود معاك صباح جديد عليكم خالي من الأوجاع والأمراض نتواصل معكم من خلال صباح الشروق بعد قليل تابعونا وابقوا معنا دخول الركشة إلى السودان واستخدامها كوسيلة من وسائل الحركة أمر لم يلفه السودانيون إلا قريبا وفي ظل ازدياد الكثافة السكانية لولاية الخرطوم وحايتها لمزيد من وسائل الحركة انتشرت الركشة في العوينة الأخيرة بصورة كبيرة وأصبحت من الوسائل المهمة داخل ولاية الخرطوم كما أنها سمت كثيرا في حل ضائقة المواصلات بالعاصمة ومما زاد إقبال المواطين عن ركشة دون قيرها من الوسائل سهولة حركتها داخل الأحياء وقلة أجرتها مقارنة مع الوسائل الأخرى بجانب تمركز عملها في الخطوط العرضية التي تنعدم فيها خطوط المواصلات ومع إدراك الجميع لحية المجتمع الماسة للركشة إلا أنها تظل مزار قلق للكثيرين منهم وذلك لها شاشة هيكلها وعدم توفر الحماية الكافية فيه الأمر الذي فاقم من تقرار حوادثها إلا أن بعض المواطنين يعزون حوادث الركشة للقيادة قير المسؤول لسائقيها وعدم التزامهم بخطوط عملها وتحايلهم على الجهات المسؤولة بالدخول إلى وسط العاصمة خاصة في أوقات الذروة مما زاد من تدمر المواطنين منها لأعاقتها حركة المرور في تلك الفترة وفي ظل تواصل الجدل حولها بين الرفض والقبول تبقى الركشة مصدر رسل لكثير من الأسر ذات الدخل المحدود في واقع معيشين تعيشه القالبية العظمى من سكان العاصمة علاوة على مساعدتها في تغليل نسبة البطالة وسط الشباب الذين ويدوا فيها ضلتهم مع تعذر الحصول على الوظيفة كما أنها استوعبت عذا كبير من المعاشيين ومع تزايد الرغبة في امتلاكها بغرض الاستثمار فيها من قبل الكثيرين تواصلت عمليات توريد الركشة بصورة كبيرة ولكن لعدم وجود تراخصة لمزاولة العمل بها وصدور قانون ينص على الحيز والغرامة خاصة لتلك التي سوردت مؤخرا زادا من ضبابية مشكلة الركشة أكثر من ما كانت عليه في السابق وبتوسع فرص الاستثمار في السودان دخل الكثيرون لاستثمار في الركشة ولم تغيب عوايق الترخيص أمام ارتفاع نسبة توزيعها رغم إصرار الجهات المسؤولة بضبط عدديتها ومناداتها بتغييد حركتها مراعاة لعكس الوجه الحضاري للعاصمة وركشة التي تستورد من الهند بصورة الرئيسة تتشابه ظروف انتجارها في الهند مع ظروف السودان الحالية وذلك في ارتباطها بالمجتمعات الفقيرة اشتركوا في القناة